يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل في ظروف استثنائية تتجلى فيها أهمية الصحة والسلامة في بيئة العمل وذلك في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى العالم لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وفي إطار هذه المواجهة تأتي جهود المملكة في توفير بيئة عمل آمنة في القطاعين الخاص والحكومي من خلال الإجراءات وحزم الدعم التي اتخذتها لتوفير مختلف سبل الصحة والسلامة وحماية الأفراد مواطنين ومقيمين من تداعيات هذا الفيروس فرضت الدولة جملة من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من بينها إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع الموظفين كما تقرر تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعدادا كبيرة أو الزائرين في وقت واحد وتطبيق ساعة عمل أكثر مرونة أو العمل عن بعد إضافة إلى تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة تحيي المملكة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل والذي يصادف اليوم الثامن والعشرين من أبريل فيما يحفل السجل المملكة بإنجازات وطنية بارزة والتزام القوي في حفظ حقوق الموظفين والعمال وتوفير الرعاية العادلة التي تكفال حصولهم على حقوقهم وتراعي سلامتهم وصحتهم المهنية ترجمة نانسي قنقر